رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا ثَابِتَيْنِ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ مُسْتَسْلِمَيْنِ لَكَ وَمُنْقَادَيْنِ لَأَحْكَامِكَ وَاجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً ثَابِتَةَ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْقَادَ لَأَحْكَامِكَ مُسْتَسْلِمَا لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وأرنا وبصرنا وبين لنا مناسك ومعالم عبادتنا وتب علينا وتجاوز عن ذنوبنا إنك أنت وحدك كثير التوبة كثير الرحمة على عبادك ولما ذاق إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام حلاوة التكليف طلب من الله زيادة في التكليف وقال وأرنا مناسكنا والمناسك لها معنى عام ومعنى خاص المعنى العام اللي هي العبادة والمعنى الخاص اللي هي مناسك الحج واستجاب الله عز وجل وأرسل جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام وأراه مشاهد الحج من منا والمزدرفة حتى وصل إلى عرفات فقال له جبريل أعرفت أعرفت فقال إبراهيم عليه السلام عرفت عرفت فسمي الوقت عرفة وسمي الموضع عرفات وأرنا مناسكنا قالاها لكي يتعبد إلى الله بما شرع الله ومن يتقرب إلى الله بغير ما شرع الله فلن يتقبل منه وتبع علينا هل أذنب إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ليطلب التوبة؟ نجد أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبار الذنوب ومعصومون في تبليغ الرسالة السماوية ولكنهم بشر فأحيانا يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم فسبقوا أن أكل آدم عليه السلام من الشجر المحرمة ثم تاب إلى الله فتاب عليه وأراد موسى عليه السلام أن يدفع الظلم عن أخي الإسرائيلي فوكز القبطي فمات وهذا يعتبر قتل خطأ ثم تاب إلى الله فتاب عليه ولم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا في ثلاث مرات وكان هذا الكذب لحاجة ومصلحة شرعية فقال لقومه إني سخيم ولم يكن سخيما حتى يستطي تحطيم الأصنام ولما سأله قومه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا ولما سأله جبار في مصر عن سارة قال هذه أختي فأين نحن من هؤلاء وكم نحتاج من استغفار وتوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم أنت ضمير الفصل يفيد الإختصاص والحصر لله عز وجل بالتوبة والرحمة والتواب صيغة مبلغة لكثرة عدد من يتوب الله عليهم فالله عز وجل كثير كبول توبة التائبين والله عز وجل كثير التوفيق إلى التوبة ومهما بلغ الإنسان من صلاح لا يخلو من وجه من أوجه التقسير يحتاج إلى توبة فمن وفقه الله لاجتناب الكبائر وقع في الصغائر ومن وفقه الله لاجتناب الصغائر وقع في الخواطر والخطرات ومن وفقه الله لاجتناب الخواطر والخطرات وقع في الغفلة عن ذكر الله تعالى توسل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأسماء الله الحسن وقال إنك أنت التواب الرحيم فلنتخير عند الدعاء لله بما يتناسب مع المطلوب من أسماء الله الحسنى فإذا دعوت بالشفاء فقل يا شاف شفني يا رحيم رحمني يا قوي قوني ومن أفضل المواقف للتوبة والاستغفار أثناء الوقوف أمام بيت الله الحرام وخير ختام هو دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاخفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت جزاكم الله خيرا